نعم أستاذ حمدان من الأليوبية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزيك أستاذ أفضلت الشيخ الحمد لله لو سمحت أنا لي ألفين دولار عند أخويا وإيجار فبدانوا ربع لمدة سبع سنين طيب وأطلبوا فيهم يقول لي أنا معيش ما معيش وبعدين توفق فبطالب الورصة الأول قالوا لي ما أخد ما أخدتش منه ليه وحين أن هم عندهم أملاك بملايين يعني الحاجات دي سابتة آه حاجات دي سابتة أصول سابتة موجودة عند الوقت لا لا اسمعني بس حاج حمدان هل الحاجات دي سابتة كدين على أخوك أيوة موجودة في شكات يعني في شكات وفي إصال بالتحويل الألفين دولار وكده يعني طيب كويس جدا 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 وإنت ما أخدتش الفلوس دي وهم مقرين ولا هم بيقول لك وإحنا إيش درانا أن أنت أخدت الفلوس ولا ما أخدتاش بيقول لك إيه هم في الأول قالوا لي ما أخدتش منه ليه ودلوقتي بقول لك بعدين هندهم لك بعدين لا 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 استنى بقى ما فيش بعدين خلينا أكلمهم الفلوس دي لو كانت ليك عند أخوك فده دين ده دين والدين بيخرج قبل ما تتوزع التركة في حاجتين بتخرج قبل ما يتوزعوا التركة الدين والوصية فما ينفعش أنهم يوزعوا تركة أخوك وهو عليه دين لأن الدين ده راكب الفلوس دي راكب الفلوس دي يعني إيه حق في الفلوس دي فإنت لو كانت ليك دين وهم مقرين بي لابد من إعطاء الدين قبل تقسيم التركة وهو دوت حق لأن الدين الدين دوت حق في هذا المال لا يجوز أنهم يخلفوا في هذا المال إلا بعد سداد ديني رسول الله سلم يقول على ميتكم دين قال نعم قال فصلوا عليه فأحد الصعاب قال يا رسول الله أنا أحمل عنه الدينارين قال قال راس فصلوا عليه وبعدين سأل هما الدينارين دولة سددتهم قال لا ألقي يتان في ظهري هيتكوب النار بهذا الدين فخرج العلماء أن سداد الديني واجب قبل توزيع الترك فلازم أن يسدد الدين دي مش طرف ولا أن دوت حاجة ممكن نعملها لا ده واجب عليهم أنهم يخرجوا الدين قبل التاركة قبل توزيع التاركة نعم